اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل الفقرة دي فقرة ارجو ان حراكم تنتبهوا اليها جيدا لانها لها علاقة بالرؤية الفيجن عارفنا كده لما الرئيس عفتح السيسي بيطلع في كتير من كلماته ويكلم عن الرؤية وازاي عايزين نبني بلدنا وازاي عايزين نبص لقدام وزء اساسي في هذه الرؤية هي فكرة الاستثمار والصناعة والانتاج وعشان نتكلم في المحاور دي محتاجين نفهم مفرداتها وادواتها ونعرف كمان فرص تقوية وتعزيز الاستثمار عامل ازاي ولما بنيجي نتكلم عن الاستثمار هنا بنتكلم عن صناعة وبنتكلم عن بنوك لان البنوك شريك اساسي في هذا الموضوع تمويلا او شراكة او قردا او 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 وعن نسمع كده وكمان عايز حراكم تركزوا معايا علشان دي نقطة كانتكلم فيها البنك المركزي منذ فترة وهي موضوع الشمول المالي وتعملت حملة اعلانية حراكم شفتوها وفي كتير من الناس ما فيهموش يعني هي الشمول المالي المصطلحات التقيلة للبنك المركزي بيحاول انها يسوى اهلنا فدورنا في هذه الفقرة وقلال الفترة القادمة ان شاء الله ان هذه الفقرة ستبقى بداية لتعريفات اقتصادية ومصرفية وتفهيم لحضراتكم بضرورة المشاركة في هذه الرؤية اول خطوة ان انا اشارك في الرؤية ان انا افهمها خلوني الاول ارحب بضيفايا الكريمين اللي مشرفيني ومنوريني على الهواء في استوديو الحالي ومشرفني الاستاذ علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي اهلا الاستاذ علاء مشرف ومنور مشرفني ايضا الاستاذ علاء السقتي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو مش مهندس كده كويس صح كده نعم ما انساش حاجة كده اتفقنا وهي بالصدفة انه فيه علاءين معايا على الهواء علشان يبقى فيه تفاهم وانسجام وخليني ابدأ بالموضوع اللي شغل بال الناس شوية لما استصعبوا قوي كلمة الشمول المالي فقال لك اموره انتوا عايزين ايه يعني ايه الشمول المالي وهو لازم نتفق من مصطلح صعب شوية وتقيل لكن في اعتقادي ان ممارسته اسهل كتير من فهمه كدفينيشن وكمان الجميل في المنظومة ان البنوك متحمسة جدا لفكرة الشمول المالي لو نيجي نعرف يعني ايه مفهوم الشمول المالي وهو خلق منتجات بنكية مصرفية توفي باحتياجات كافة اطياف الشعب وكافة طبقات المجتمع هياك عارف ان المجتمع منقسم لطبقات كثيرة جدا فيه المعدم فيه الفقير فيه المتوسط فيه فوق المتوسط فيه الغني الاهتمام والدور دلوقتي ان احنا نقدم منتجات بسيطة ياما عن طريق البنوك ياما عن طريق مقدم الخدمة وتحت رعاية البنوك ياما عن طريق شركات الاتصالات بالتعاون مع البنوك فان هي تقدم منتجات زي مثلا منتج المحافظ قبل المنتج يبقى بداية كده فكرة الشمول دي انه بنقد منتجات تشمل كل قطاعات وفئات المجتمع كل قطاعات المجتمع وتكون بصورة بسيطة ومبسطة وتوفي بالاحتياجات بتاعة كل سيجمت او كل طبقة من الطبقات دي هاي يعني اكيد الاحتياجات بتاعة العامل البسيط غير الاحتياجات بتاعة المستثم طبيعي غير الاحتياجات بتاعة الموظف اللي بشترك هو ملتي ناشنل بصبور او الموظف اللي بقطاع العام طيب فنيجي نبص كمان الجزء المهم قوي في الشمول المالي ان احنا نبتدي نخاطب شريح جدا من مجتمع زي طلبة المدارس زي طلبة الجامعات لان هو ده جيل المستقبل اللي حيدخل الجهاز المصرفي صحية طيب دول لازم يكون ليهم منتجات مشتقل داية لازم يكون ليهم منتجات بسيطة يقدر ياخدها خلينا بس نبصت دي كمان معلش علاقة معلش انا واحدة واحدة عشان احنا بنكلفه موضوع يمكن يكون صعب شوية عند مجموعة من المشاهدين في بعض الناس يقولك هو البنك منتج منتج ايه بنك بعملش منتج خلينا نبصت فكرة المنتج البنكي ده اللي هو الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية التي تقدم عن طريق مجموعة من الوسائل اللي في متناول الجميع بصنا انا واخدك كده عمين نبصت نبصت حدا بننزل المحافز اللي موجودة على الموبايل تمام النهاردة شركات الصلاة تلعت مع البنوك بمجموعة من المحافز البنوك تلعت بالمحافز بتاعتها زي البنك الاهلي بنك مصر بنك اسكندرية وصلت مجموعة المحافز الالكترونية اللي موجودة حوالي 8 مليون محافزة ممتاز المحافز دي عبارة عن ايه عبارة عن مبسط بينزل على اي تليفون موجود بيقدر يعمل منه عميات تحويل اموال بيقدر يشتري بيه من بعض المتاجر بيقدر يدفع بيه الفواتير بتاعته بيقدر يعمل بيه التبرعات بتاعته بيقدر يستقبل عليه مرتبه بيقدر وده بالذات الاقالين يستقبل عليه الحوالات بتاعته من الخارج عن طريق الوكالة بتاعنا الموجودين في الدول العربية بيقدر يستقبل حوالات دي طيب نبص بصورة تانية البطاقات المدفوع مقدما او اللي احنا مقولوه عليها البريبيت ده كارت بلاستيك بيكون عليه اسم العميل بيقدر يتعامل بيه معلش مسح عشانا بطلخبط دي اللي هي اسمها ديبت ولا كريدت لا دي بريبيت مدفوع مقدما هي ديبت ولا كريدت هي مش كريدت هي ديبت اقرب للدبت هي اقرب للدبت تمام طيب كل ما روح اصل البنك شوف انا بسم الله مش شاء الله كده طويل وكل ما يقول لي دي انا واقع ولا اقوله ومعرفش شوف لانت الحمر الكريدت دايما اللي بيبع عليها فاسيليتي او تسهيل العميل كريدت دي اللي هو انا لا الدبت اللي انا بسحب من حسابي بتسحب من حسابي من فلوسي من فلوس حضرت الكريدت اللي هو انا بستلف من البنك لحد بسد بالزبط بيبقى له خمسة وخمسين نوم طيب البيبت صورة مبسطة من الدبت هو كارت بيقدر يشحنه العميل من اما مجموعة من مقدم الخدمة امثال فوري وي فاينانس ومصاري ومكان الاتي ام اللي موجود في البنوك او من داخل جوة البنوك تمام يقدر يشتري بيه ويعمل بيه مشترياته ممتاز يقدر يصد بيه مصروفات الجامعة ودي كانت تجربة هاي لقدرنا نعملها على مدار السنتين اللي فاتوا ان احنا ندخل حوالي ربعمائة وخمسين الف طالب جامعة ياخدوا كروت البريبيد ربعمائة وخمسين الف طالب وما يكننا تمنتاشر جامعة رقم ممتاز على رأسهم جامعة القاهرة جامعة اسكندرية جامعة جنوب الوادي وشغالين في مجموعة كبيرة من الجامعات ابتدأنا ما يكن المدفوعات الجوة الجامعة نفسها يعني الطالب يدفع مصروفاته بكارت البريبيد تمام ده نبتدي نعمله حرافز نبتدي نعمله زي طيب عالينا علشان نجمل اذا هنا البنك او البنوك يعني بتحاول انها تزود قدر الامكان عدد المعاملات اللي بيتعامل بيها اكبر شريحة ممكنة من الشعب بالضبط من خلال التعامل البنكي بالكروت ومنحاول نبعده شوية عن الكاش ده هو الهدف الاساسي نحن نبعد عن الكاش عشان كنا قلتلك ازاتونة عارف ازاتونة اللي بالاخر هي القصة من الليلة دي كلها معمولة عشان حضرتك ما تشلش فلوس في ايدك ما تتعاملش شراءا او بيعا بالفلوس تتعامل يا اما بالكارت يا اما ثرو البنك وادخل اربعين مليون مواطن اللي برا الجهاز المصرفي يكونوا جوه الجهاز المصرفي ومن ضمن المبادرات اللي تمت الايام اللي فاتت دي شهدت امان عجيلك بقى بشوية بس شوفنا احنا وصلنا لمرضة الفرس وهو الليلة دي كلها معمولة لحضرتك علشان مصلحتك والله مش عارف بتاع زمان دي قولك مصلحتك اولا بتاع الدرائب ده بس ده مصلحتك اولا بجد نسيبكم من الدرائب القصة انه كل ما البلد تبعد عن الكاش والسيولة وتذهب الى المعاملات البنكية باعتمادات لمستندات بتحويلات بفيزا كارت او كريد كارت او سموها اي حاجة كارت يبقى انت بتروح للأأمن ليك والأفضل للاقتصاد البلد بالضبط صحي كده؟ بالضبط طيب مسائل فول يا أستاذ علاء اهلا مسائل مسائل فول يا أستاذ علاء اللي انت مش مهندس طيب فكرة الاستثمار والصناعة جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية احنا بنتكلم فيها والحقيقة الدولة مهتمة جدا ورئيز زي ما انا قلت في المقدمة اكتر من مرة بيتكلم عن فكرة انه عايز العناصر الانتاجية سواء فرد او مستثمر ويتجه في الاتجاه الصناعة وانا سامع ان انتو عاملين قصة مبادرة الالفة مصنع مظبوط طيب حداك عايزك تشرح للناس الاول قبل ما نخش في المبادرة وتفاصيلها الاتجاه العام ايه؟ يعني ايه التيسيرات؟ ايه المناخ اللي بيحكم العمل الصناعي دلوقتي في مصر علشان اللي حتى بيتردد اللي لسه بيروح نفسه يبقى متشجع معك طيب خلينا مساء الخير اولا خلينا نتفق الاول ان كل دول العالم اللي اقتصادها كان متردي واصبحت النهاردة ممكن تخش في الدول العشرة الاولى في اقتصادية المستوى العالم الحاجة الاساسية عندها قبل الخدمات الصناعة صح الصناعة ده اللي انت بتاخد جزء وبتعمل عليه قيمة مضافة خناص وبلش قيمة مضافة دي عشان بتدقي الناس بتضيف عليه حتة ايه واك ايه حاجة ليه علاقة بدفع فلوس بعيدها عن الناس فاذا النهاردة انت عزمت الاجزاء بتاعتك طح يبقى خلينا نتفق نمرة واحد هي الصناعة خناص طيب ايه المشكلة؟ لا ولازم نتفق ان احنا عندنا مشكلة في الصناعة طبعا لسه حالة اه تمام ايه المشكلة؟ لقينا بعد البحث احنا بقى لنا اكتر من سنتين شغالين في المجال ده وصلنا لنتاج معينة قويس اول حاجة انت مش عارف تعمل ايه يعني انت النهاردة كراجل جاي تستثمر او تصنع ما انتاش عارف تعمل ايه صح يعني ما انتاش عارف اللي انت هتصنعه ده هيتبعه اللي مش هيتبعه مطلوب ولا مش مطلوب ولما نقول هيتبعه هيتبعه فين حتتين كده خلاص هلف به فعملنا الآتي حصرنا ما تم استيراده في الخمس سنين اللي فاته في مصر لأ نزامت على كده علاء بي انه في بعض المستثمرين لما كنا بنقعد معهم سواء عرب او اجانب كان يقولك احنا بنبقى جايين وعايزين نستثمر نقعد مع الدولة او نقعد مع الحكومة او نقعد حتى مع قطاع الاستثمار هم نفسهم مش عارفين عايزين ايه يعني قلوهم طب انتم محتاجين ايه المنطقة دي محتاجة ايه يقولك معرف شوف انت نفسك في ايه فقالك ده مكلام مش علمي طبعا طبعا دي مشكلة كبيرة جدا طبعا ما بقول لحاجة الحصر اللي الحصر ده حصرنا ما تستورده مصر بخمس سنين تمام اكتشفنا طبعا مقاسي مم بعد ما تم هذا الحصر شفنا العالم عمل ايه كويس فبعدنا ناس من عندنا هنا وهنا وهنا اسكوتلندا لقناها رائدة الهند الصين فيتنام خلاص الفيتنام دي احنا طلنا مع وافد مع سيات الرئيس هناك عشان نشوف الناس دي تشتغل ازاي تمام فيتنام النهاردة بتصدر بمية اتنين وستين مليار دولار بسم الله من شاء الله خلاص هنا احنا بتصدر في العشرين يعني عشان بس نبقى ايه فيتنام خلاص يا رئيس ماشي تبعو لك الصين احسن خلاص لا ما تقولش خلاص تمام فاذا النهاردة اتفقنا انه التصنيع اتفقنا نمرة واحد تبقى عارف انت عايز تعمل ايه اتفقنا نمرة واحد لان الصين الرضيع بيصنع هناك وبينتج فمتخيل الرقم عامل ازاي اللي بطن امه هناك بيصنع وبينتج واحدة انتجية حاجة اصبحت هي نمرة واحد في العالم دلوقتي خلاص انتهت اه تجوزت حتى امريكا صحيح المهم طيب فاذا النمرة واحد انك تعرف انت عايز ايه اكتشفنا طبعا ان احنا بنستورد حتى البلونة اه توس بيك بتاع السنان فجينا قولنا طيب المكن اللي بيعمل هذه الاجزاء فين شفنا في دولتين ثلاثة حددنا ايه هي المكن اللي يعمل هذه الاجزاء طيب عادنا مع الحكومات بتاعت هذه الدول قولونا يا خوان لو جبنا المكن ده من عندوك هتيجوا تدربوا الناس عليه هلا بقاطع معا تمام خلاص فاصبح النهاردة انت عارف المنتج عارف المكنة اللي هتعمله طيب فين اللي زبون ميل هتشتري ايه عادنا مع المستوردين تعالوا بقى نقعد انا عملت التجربة دينا في سقف اسيوبيا انا بستثمر هناك وعملت نفس التجربة طب انت هنا ليه ليه اه اه انا فكر ما حاجب صوت عالي قول ليه اقحمت المستوردين هقولك ليه اللي عنده النهو بتاعت البيع بتاعة السلعة دي المستورد اللي هو في يوم الايام ممكن يقى مصنع برضه اوكي خلاص لو لقاها اربح مية في المية تمام ماشي في نفس التوقيت الحكومة عملت اكشن رائع اه اللي هو ايه حجمت او حطت ضوابط للاستيراد مصبوط عشاني يبقى الكلام محدد مصبوط ضوابط صح لان مصر من الدول القليلة على مستوى العالم اللي كانت بتستورد ارضاء سلعة في الصين مثلا لا لا وإحنا كان عندنا فوضى استيرادية بكل معايير بكل المعايير بكل المعايير صحيح طيب أصبح عندك النهاردة الجزء المكنة خلاص اللي هيبيع الجزء حل ماشي عرضنا هذا العرض في يناير اللي فات على سادة الرئيس في مؤتمر أسوان ممتاز عرضت هذا الموضوع كله فالرئيس قال لك ايه هذا الكلام سليم اتوكل على الله واشتغل حل ماشي كان عندي مشكلة اعمل المكان ده فين المكان ده تعمل فين مكان ياخد ألف مصنع أو ألفين مصنع ايه كان العدد يعني خلاص بحيث تقدر توفر للشباب ده حاجتين أساسيتين احنا قلنا خلاص انت وفرتوله المكانة وفرتوله السوق وحددتوله المنتج فضلك حاجتين لازم توفرهم ايه هما نمرة واحد الجودة طبعا ان لازم الرجل ده يبقى فيه ناس مسؤولة عن الجودة على مستوع الناس كلها سيما انت قلت في الاول قلت ايه ايه اخدت بالك اه نبقوله كلام كتير يا رئيس قلت ياخد من الصين من هنا ومن هنا ومن هنا حاجة واحدة يعني حاجة نفس الشكل اه ونفس يعني صح فأصبح هنا وجود الكونيتي أساسي تمام فانه أنا عايز توفر فكرة الكونيتي كنترول مية في المية خبط الجودة طبعا على الكل على الكل تمام والمنتنس الصيانة كانت مشكلة طبعا لو واحد من الشاب السوار ده ما كان طبازة هيعمل ايه صحيح اه فأصبح النهاردة عندك خريطة لو هنا البنوك ما بتهزرش بتحجز ايه بعد بكرة ده حقه على فكرة ايه طبعا انا بالمناسبة يعني انا من الناس القلائل اللي ارى ان البنوك بتتصرف بطريقة مبسطة اكتر من الطبيعي في هذا الموضوع بالعكس انا ارى ان المشكلة ان انت مدتش للبنوك التولز اللي تدي الناس بيها تمام تمام الاماكن السوق ما انت اروح للبنك اقول له الله انا عندي المكان اهو والسوق اهو والتكلفة اهو وانا كسبان اهو مفهوم مفهوم طيب هارجع لحضرتك طبعا وهاروح للاستاذ علاء المصرفي مش للاستاذ علاء الصناعي وهنرجع لفكرة امان لانه الحقيقة شهادات امان لما الحكومة اعلنت عنها وابتلت تطبقها البنوك انا في رأيي انها وفرت خدمة مختلفة وشالت جافة او فجوة كانت موجودة بينقطاع كبير جدا كان طول الوقت شايف البنك ده مؤسسة ومنوش علاقة بيها بنك حتى ما بيحبش عدي من قدامها نظبوط انتو الان استقطبتو هذه الفئة وحسستو الناس انه البنك لكل المصريين مش لمن يملك الثروة احنا روحنا كمان لهذه الفئة احنا روحنا للشركات ونزلنا موظفيننا ومدوا العمال دول على الابليكيشن وكلام ده كان في التجمع كان في المجتمعات العمرانية شركات البترول في الصحراء وخيد روحنا للعاصمة الإدارية روحنا للعاصمة الإدارية طبعا تجمع كبير للعمال هناك وفيه شغل جديد كتير يتعمل من هناك بس هو الشهادة فالن الوقت يدخلها في شهر تقريبا محقا نتائج ممتازة انتو كبنك بس أهلي عملتو قد ايه احنا عملنا 53 مليون جنيه شهادات لحوالي 39 ألف عميل 39 ألف عميل دول منهم حوالي 53 مليون 53 مليون شهادات ل39 ألف عميل متوسط شهادة حوالي 1500 جنيه الجميل في المنظومة دي انه حوالي 50% عملة جدد و50% عملة قدامة كويس هاي ومن إجمالي العدد 40% سيدات انتو عملتو وده ودي حاجة كويسة جدا صحيح ليه حاجة كويسة النهاردة خلاص هي الشهادة دي بيينة مدى احتياج المجتمع فعلا للحماية التأمينية مع وعاق الدخاري صحيح طيب الجميل برضو ان احنا فوجينا انه عندنا 17 ألف كارت موجودين طلعوا كروت بريبيد للعمر اللي ما كانش معاه كروت وابتدت تعمل فيها إدعاة ما خلاص يا رئيس طالما رجلي جتت طالما رجلي جتت ودخلت البنك هخش بقى في ليلة الشمول في خصة الشمول وابتدى يدخل الشمول طالما انا كان هدفي ان فيه ناس بقول لها حاجة بمشوفوا يافطة البنك بيبعدوا يقول لك يا عم انا مالي البنك ده عايزة بملايين فكون ان انا دخلت برجلي البنك خدت الشهادة ب500 جنيه اخش بالشمول شفت الشباك اللي جنبي بقى لك طب ما تيجي عمل لك كارت تقدر تسحب منه مش عافق ايه والشباك اللي جنبي وليس علاقي ومساح بقوله طب ما تيجي اخليك تقبل دور التبك معنى جدا وابتدى بعد ييجي يسأل على المحافظ الالكترونية عايز ينزل حتكور حتكور انت فتحت الباب والناس دخلت الشيط طبيع مش هتسيبه وطلع هتجي هتاخده هتاخده والجميل كمان احنا بنروح له فهو كنا احنا بنروح له فهو خلاص الرهبة اللي كانت موجودة دي راحت خلاص زاد ان طبعا مفيش مصاريف بنكية زي ما خاك عارف تمام والهدف الاساسي ان برضو المنظومة دي تبتدي تدخل المرتبات بتاعتها دخولها تبتدي من خلال الكروت دي ده خلال ممزبوط طيب استاذ علاء ايه المطلوب دلوقتي انا عجباني المبادرة ماشي اعمل ايه هتيجي الاتحاد قدامك سكتين يا انت عارف هتعمل ايه اه وسأل فن عندك الفكرة خلاص مشكلتك دلوقتي قد تكون في تمويل قد تكون في مكان قد تكون في اجراءات كل هزا الكلام حلو خلاص احنا ملينا نقول لك والله الاماكن المتاحة عندنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة خلاص طبعا النمرة واحد هو محور قناة السويس لان خلاص الارض مترفقة وجهزة هي هتيجي المكان دوت خلاص اجراءات ما عندكش اجراءات خلاص لان الاجراءات عمومية يعني المنطقة بتاخد رخصة المنطقة اوكي يا اوانس انا دخلت خلاص انا بقيت ضمن الرخصة اللي بتاخدها للمنطقة هتستلم مصنعك اه ومكانتك تمام وسوقك تمام خلاص ده لو انت عارف انت هتعمل ايه ممتاز لو مش عارف انت هتعمل ايه هيبقى عندك لستة موجودة بالاجزاء هاي والله مصر بتستورد مشترك كهرباء مليون حتة الحتة بكزا تكلفة المكانة كزا مصر بتستورد الداتة دي عندكو مية في المية ممتاز خلاص يعني انا جي بس انت دي اه لا بس نعزل ايه نمرة واحد ايوه نمرة واحد لازم يكون عندك الويلنج بمعنى ايه الارادة الارادة انك فعلا جاي بجد انك تعمل تمام لا دي موجودة ما انتاش جاي النهاردة تمام تهرج تتدلع لسبب بوسيطة هقولك عليه انك لجاي تهرج صغ تماما انك هطوعه الثلاث شهور وهتمشي مش هتكمل يعني كل الشرط المطلوب النية الحقيقية للتصنيع والعمل بس انا مش عايز منك بعيد كل التسهيلات والاجرات عندك ممتاز وهعلمك وكل حاجة يعني للجدين فقط للجدين فقط كلمة مجازة نهائية جميلة شرفتوني ونورتوني الله يخلي ربنا يخليكو انا اعتقد ان احنا استطعنا ان احنا ندي يعني شكل تفهيمي تعريفي سواء للخدمات اللي بيقوم بها بنك الاهلي وللباقي البنوك وسواء المبادرة وعرفنا بعض العنوين والعلامات وزي ما قلت حراركم دي الفقرة الاولى ان شاء الله ضيوفي الكرام حيشرفوني على مدار الاسابيع القادمة عشان نفصص بق يعني هنقعد مع الاستاذ علاء وباشمونس هيرايح للفقرة دي وهنقعد مع الاستاذ علاء نتكلم في كل خدمة على حدة ان شاء الله مميزاتها ايه ايه الاشتراطات المطلوبة ايه العوائد اللي ممكن تعود على حاكم مواطن وخدمة دي موجهة لأني شريحة ثم يرايح الاستاذ علاء ويجينا الباش مهندس علاء ونتكلم بقى عن لا وتراجع لو شونس علاء عملت ايه في اللي انت قلت عليه طبعا لا وهناتكلم كمان قطاع قطاع ولو انا مستثمر في القطاع ده هتوفر لي ايه وتعمل لي كده وكده تشرفتني ونورتلي شكرا يا باش مهندس تشرفتني ونورتلي تحياتي ايه العلاق تشكر حضراتكم شكرا جزيلا خلصت حلقتنا شوفكم بكرة تصباحوا على الف خير